اشتركوا في القناة الى اخيه صاحب السمو الشيخ نوافل احمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة حفظهما الله كما قام سمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت بنقل تحيات سمو امير دولة الكويت الى جلالة الملك المفدى حفظهما الله واعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال عن اطيب تهانيه بمناسبة الذكرى السنوية للعيد الوطني لدولة الكويت واكد سموه على متانة العلاقات الاخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور في كافة مسارتها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة